وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر بصدد توسيع الاتفاقيات التي من شأنها تسهيل استعادة الآثار المهربة لفتاً إلى الحرص على استعادة الآثار المهربة بالخارج من خلال البعثات الدبلوماسية إن مصر تولي عظيم الاهتمام باستعادة كافة الآثار المصرية التي تم تهريبها إلى الخارج خاصةً وإن لنا سبقاً في الاهتمام بالحفاظ على التراث الثقافي العالمي فالآثار المصرية ما هي إلا جزء من المنظومة الأوسع للإرث الثقافي والحضاري للبشرية مما يحتم علينا جميعاً تكثيف التعاون للحفاظ على هذا الإرث ومن هنا أود التأكيد على التوجيهات الدائمة الصادرة لبعثاتنا الديبلوماسية والقنصلية في الخارج لإلاء أكبر قدر من الاهتمام لهذا الملف ومتابعت وملاحقة أي عمليات اتجار في الآثار المصرية المهربة والتنسيق والتعاون الوثيق مع وزارة السياحة والآثار المصرية ومكتب السيد المستشار نائب العام بالإضافة إلى وزارة الداخلية لتوحيد وتنسيق الجهود الوطنية لاسترداد تلك الآثار ترجمة نانسي قنقر